الحضور الكرام مساء الخير نرحب بكم اليوم في ملتقة تقدمية الاسبوعي الذي نسلط فيه الضوء على دور الاعلام وتأثيره في مسيرة الوحدة الوطنية حيث اصبح الاعلام في زمننا هذا المحرك الرئيس للمعلومة والمسير للرأي العام ومحدد الاولويات والمؤثر فيها وايضا مفجر للمشاكل ويبقى سؤال ندوتنا لهذه الليلة عن تأثيره على مسيرة الوحدة الوطنية فهل كان دوره سلبيا ام ايجابيا يجيب على اسئلتنا في هذه الامسية الصحفية ريم خليفة الكاتبة بصحيفة الوسط ومراسلة وكالة Associated Press فلتتفضل بداية اشكر الممبر التقدمي على استضافتي وطرح هذا الموضوع الهم طبعا يعني انا من وجهة نظري ارى ان هناك كثير من التغييرات اللي حدثت في خطاب الوحدة الوطنية بالنسبة للإعلام المحلية عندنا في البحرين خصوصا يعني لو شفنا مع الفترة اللي يعني قبل 2011 حدثت تغييرات مع وسائل الإعلام تطور في وسائل الإعلام في السنوات العشر الأخيرة خلقت نوع من التنافس عندنا وايضا جعلت هذا المنافس اللي هو التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي قاد الى انه ينشر المعلومة بشكل سريع ونشر المعلومة هاي كان كثير منها يا هو يكون دقيق او غير دقيق بس هو في النهاية اصبح منافس للإعلام لو قارننا هذا الى ما يحدث لوضعنا الحالي في البحرين انا ارى ان هذه النوعية من المعلومة من بعد احداث 2011 بدت تستخدم كنوع من التحشيد في شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها ايضا بدت خطابات اخرى تحل محل خطاب الوحدة الوطنية اللي هي خطابات الكراهية في الصحافة المحلية وفي الاعلام وحتى في بعض منابر خطب صلاة يوم الجمعة ولم يصل هذا الامر فقط على المستوى المحلي بل ايضا انتقل على المستوى العربي والعالمي ان احنا بدنا نشوف تنظيمات ارهابية تتلذذ بنشر خطابات كراهية سواء بالقتل قتل البشر بالتعذيب الى اخرى فاذا الثقافة اللي بدنا نلاحظها من بعد 2011 هي ثقافة لا توحد المجتمعات ولا تجعل النسيج مترابط بقدر ما هو تحاول تشتت المجتمع من وجهة نظري الخاصة حتى اليوم وحتى الملاحظات اللي احنا نمر بها سواء كان على مستوى الصحافة المحلية وحتى في لغة الاعلام المحلي او على مستوى لغة الاعلام في طرح بعض القضايا والتغطيات الاخبارية على كل جهة في المنطقة العربية بالنسبة للاشكالية اللي حاليا احنا تواجهنا كمجتمعات عربية والمجتمع البحريني اعتقد ان في يعني اريد ان اذكر هنا المادة 19 من العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانا ذكرتها في اكثر من مرة في مقالاتي في صحيفة الوسط يعني لها حدود وضعتها المادة العشرين من العهد الدولي والتي تنص الحظر بالقانون اي دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز او العداوة العنف طبعا العهد الدولي البحرين هي من الدول اللي صدقت على هذا العهد وطبعا استخدام خطاب الكراهية ولغة الخطاب هذا محرم في العهد الدولي وطبعا على الدول اللي صدقت على هذا العهد انها تلتزم بذلك وتمنع نشر اي نوع من هاي الخطاب للأسف احنا يعني ما نراه ان هذه اللغة ما زالت منتشرة عندنا في البحرين وليس فقط في البحرين حتى يعني على مستوى هناك في لغة جديدة للمعادات الطرف المختلف نحطها بهذه الصورة اذا كانت هناك فئة مختلفة معاك في الرأي او في العرق او في الشكل او وتفر تبتدي تبتدي يعني تظهر هذه اللغة انت وانتم نحن وانتم هذه اللغة ما كانت موجودة من قبل سواء كانت في البحرين وحتى في الخطاب الموجود عندنا في اعلام المنطقة العربية وتحديدا لو رحنا حتى على مستوى منطقة الخليج طبعا التصديق على المعاهدة طبعا لا يفسح المجال لأي نوع معين من الاشخاص والجماعات انهم يرتكبون او يمارسون هذا النوع بس لانه ممنوع فبالتالي هناك لا يوجد نوع من الرد او القانون اللي يمنع اللي احنا نشوف انه يمارس على فئة دون فئة في كثير من الحالات في حين تبقى فئة وحدة اللي هي يعني مفلتة من العقاب او من الحساب نحطها بهذه الصورة طبعا هذا يؤثر على النسيج الاجتماعي يؤثر على لغة خطاب الوحدة الوطنية خصوصا انه هو ايضا يقلب الرأي العام الرأي العام عندك لما يصير فيه خبر خبر معين ايا كان هذا الخبر تأتي جهة وتقلب المعلومة وتنشر المعلومة اللي هي تريدها ولا تريد اي اعلام يعني حياد ينقل الخبر بحذافيرة هذا ايضا يعني لنقل مثلا يكون هناك في بلدان يتم تصفية معارضين او نشطاء حقوق انسان مثلا ويأتي هناك كلام يكرر غير علمي وغير صحيح هذا يحدث ليس فقط يعني في الصحافة هنا ايضا على المستوى العربي هناك امثلة كثيرة في مصر حاليا هناك امثلة كثيرة تحدث في المناطق المضطربة حتى في سوريا هناك كثير من الكلام الذي يحدث بين شد و جذب على قضايا وقصص واخبار الى اخرى وهي لا تخلو من ايضا في بعض الاوقات من طرح الخبر بلغة فيها نوع من الكراهية ما نحتاج اليه في هذه الفترة او في هذا الوقت هو ان يكون هناك تعددية اعلامية بمعنى احنا في البحرين لما مرينا بتجربة احداث 2011 كان واحد من توصيات دكتور شريف بسيوني ان يكون هناك تعددية للاعلام الحر احنا لحد الان لا نرى ولا نلمس هذه التعددية في واقعنا الاعلامي وحتى في لغة الاعلام عندنا في البحرين في مقارنة الى الوضع مثلا في الكويت في الكويت يعني مثلا اليوم تم حل مجلس الامة عندهم بالامس تم القبض على فنان تاجر مخدرات ذكر الاسماء الفيديو الباث النقل الحيوية في نقل الحدث عندنا في الجارة الكويتية يختلف لو كان هذا الحدث يحدث في البحرين دائما هناك تحفظات محاذير تحسب يعني ما في هاي النوع من الحيوية في نقل الخبر ايضا اذكر على سبيل المثال الانتخابات المغربية الاخيرة في المغرب رغم ان الكثير وسط هذه الانتخابات بانها استطلاع رأي عفوا بين المعارضة والحكومة الا انه في النهاية نقلت حيوية المجتمع المغربي بتلاوينه والمناخ الحيوي سواء كان هذا معه او ضد او هذا له رأي او ايدولوجيا الى اخرى هذه الحيوية للأسف البحرين كانت تتمتع بها قبل لكن حاليا لا تتمتع بها كل ما يهيمن برأيي كل ما يهيمن الان وانا لا اريد ان اعمم بقدر ما اريد ان ااخذ بعض الحالات للأسف اللي هي بدأت تؤثر لان هي في هذا الخطاب على الفئة اللي هي ممكن تكون غير واعية غير مثقفة بان تسيطر عليها بهذه النوعية من الخطابات وفئة الشباب مثل ما هم تأثروا بالخطابات التنظيمات المتطرفة ايضا في منهم يتأثرون بهذه اللغة التي دائما تحرض على الفئة الاخرى في المجتمع اذا نحن نحتاج الى بيئة مساندة من جميع اطراف المجتمع من الدولة من المجتمع المدني من الصحافة حتى يكون هناك ضبط لمواثيق شرف لضبط المهنة الاعلامية والصحفية طبعا هذا الكلام رح تستغربون منه ليش انا قاعدة اقوله الان طبعا كان في كثير محاولات عندنا في البحرين الى ميثاق شرف والى اخرى ويمكن في واحد وغير مطبق الى اخرى لكن لنأخذ مثلا مدونة قواعد السلوك للصحفين المحترفين لتعتمدها جمعية الصحفين المحترفين الامريكية طبعا بالنسبة لي المدارس الامريكية في الصحافة وفي الاعلام هي قاعدة اساسية احنا نستفيد منها نحن نتعلم منهم مو هم يتعلمون منها فبالتالي هذه القواعد المدونة مهمة جدا وتم ذكرها وشخصيا انا استفيد منها وايضا نحن نحاول ان نطبقها على طاقم فريق عمل صحيفة الوسط عندنا طبعا لمن يعملون بالصحافة يتحملون مسئولية نقل المعلومة وحتى كتابة الرأي هناك مسئولية ما يحدث عندنا في لغة الاعلام المحلي الان لا توجد هذه المسئولية كل ما يحدث هو قثف وشتم وعندما تشتكي الطرف الثاني لا يقف معك بالعكس يتمادى ويقف في صف الشاتم يعني هذا الذي يحدث وهنا لهذا انا ذكرت انه احنا ثقافة الافلات من العقاب من الكلمة وليس بالضرورة من القضايا الاخرى التي تطرح بين وقت واخر في المجتمع المدني عندنا في البحرين لكن ايضا هذه الكلمة هي مسئولية ونقل الخبر مسئولية والمعلومة ايضا مسئولية كل هذه الاشياء حاولت المدونة مدونة قواعد السلوك للصحفيين المحترفين يعني هؤلاء الصحفيين المحترفين لوضعوا هذه القواعد اشخاص كانوا يكتبون الخبر ينقلون الحدث الميداني حتى وصلوا الى مرحلة لكتابة المقال طبعا هذه المراحل للأسف مع احترام الى بعض الزملاء لم يصلوا الى هذا المستوى يعني فيه كثير من يكتب مقال لا يعرف يكتب خبر محلي لا يعرف ينقل لا يعرف حتى يتكلم في الصياغة الخبرية والاساسيات المدارس الصحفية عندنا فبالتالي من السهل علي ان يأتي هذا الشخص ويذكر اي كنية على الشخص الاخر فهذا بسيط مثل الشيء اللي حدث في وسائل شبكات التواصل الاجتماعي الشتم والقذف يعني الشخص المراقب من خارج البحرين او منطقة الخيج لما يحضر ويتابع ما يحدث لا يرى هذا المناخ الحيوي اللي كنت تتحدث عنه في الانتخابات المغربية كان الكلام لا يتكلم بالقذف والشتم بين المتنافسين بالعكس كان واحد من الاشياء اللي طرحت بشكل طريف كان فيه هناك فيديو لو واحد شخص محسوب على التيار الاسلامي العدالة والتنمية حمل صندوق الاقتراع معه وقت الصلاة فكان هاي واحدة من الاشياء الطريفة اللي صارت داخل بالرغم ان هذا اللي قام بتصويره شخص هو لا محسوب على تيار حزب العدالة ولكن يراويك الحيوية الموجودة في داخل هذا المجتمع لو شخص قام بهذا في البحرين اعتقد ردود الفعل ستكون مختلفة يعني ايضا بحسب جمعية الصحفيين المحترفين عندنا في امريكا وتحديدا في واشطن هذه المدونة يقولك ان حتى تحقق العدالة وتثبيت الاسس الديمقراطية يجب ان تكون الصحافة اخلاقية يعني من يرى ويقرأ صحفنا اليوم يرى هناك في كلام وشتم وقث يعني ما في داعي اذا هذا الكام اذا هناك في حجة فعليك ان تناقش بالحجة يعني الان وتبادل المعلومات بشكل دقيق ونزيه وحر وبشكل محترف ايضا الصحفي الاخلاقي اللي هو الاثيكال جوناليست بالانجليزي لازم يتصرف دائما بنزاهة بنزاهة بحسب كلام الجمعية وهناك اربعة مبادئ اساسية يعني هذه المبادئ الاساسية انا لا اراها يعني لحد الان مطبقة عندنا يعني لا ارا هذا الشيء ويعني اذا احد بناقشني في هذا الموضوع انا ما عندي مانع بس انا لا ارا هذا الشيء موجود لان هناك صعوبة جدا عندما نعمل اي موضوع في نقلة وفي طرحة لازم يكون هناك خطوط حمراء دائما وليس بالضرورة ان تكون هذه الخطوط الحمراء خطوط لها سياسية او تتعلق بالدولة او تتعلق بعض الاوقات بالدين بالمذهب بالمجتمع فهناك خطوط حمراء كثيرة يعني يواجهها الصحفي عندنا في مجتمعاتنا سواء كان في البحرين او في الخليج يعني مثلا المبادئ اللي تكلمت عنها مثلا الجمعية واللي اتمنى ان تكون عندنا يعني اللي هي ضرورة تقصي الحقائق كتابة التقارير عنها تقليل الضرر التصرف بشكل مستقل والعمل بمسؤولية وشفافية طبعا هذا الكلام ممكن تقول اه هاي سهل ممكن يطبق عندنا للأسف يعني ما نرى مثلا اذا جاء موضوع عندنا مثلا يتكلم عن الاسكان في البحرين كيف يطرح هذا الموضوع في صحافتنا دائما يطرح بان المواطن يريد مسكن هذا النوع من الصحافة اذا يطرح في دول اخرى ليس بالضرورة في امريكا حتى في الدول العربية هذا مش يعني موضوع صحفي بقدر ما هو موضوع انك تبتوصل مشكلة وهي المشكلة تنحل لما تطرح صحافة استقصائية لماذا هناك مشكلة سكن ولماذا المواطن يطالب الدولة بالسكن في البحرين اذا هنا هذا العمل الصحفي عندما تعمل تقرير متكامل وتحليل متكامل والريبرتاج متكامل حتى تصل الى نتيجة لماذا وصل المواطن الى هذا الوضع انه يحتاج الى سكن على سبيل المثال ايضا ينبغي على الصحفيين عندنا شرح الخيارات والاجراءات المتبعة بحسب مدونة القواعد وتشجيع الحوار المدني بشأن الممارسات الصحفية والتغطية هذا اللي حين ذكرتم منه شوي والمحتوى الاخباري مع ضرورة الاستجابة السريعة للأسئلة بشكل دقيق وتغطيات خبرية وضمان الانصاف في اعدادها طبعا هذا يلزم ان احنا يكون هناك الصحافة تلعب دور تنويري هذا من مجهة النظر الامريكية وايضا في نادي الصحافة في واشنطن وفي هاي القواعد احنا هنا في البحرين ايضا علينا ان العب دور تنويري في تعزيز اواصر ومبادئ الوحدة الوطنية لان الوحدة الوطنية في البحرين لم تبدأ من 2011 الوحدة الوطنية هي نتاج مجتمعي ونضال طويل ومراحل طويرة مرن فيها ويكفي ان هذا المنبر هو حصيلة هذه النضالات اللي مرت فيها البحرين واختزلت مراحل كثيرة وجاء من بعدها فئات وجماعات اخرى ويعني تشكيلات اخرى داخل المجتمع لتواصل هذه المسيرة فبالتالي حتى تعزز وتستخدم لغة الوحدة الوطنية لا يجب ان تستخدمها فقط كنوع من الاستهلاك الاعلامي من السهل جدا ان تطلع تصريحات عندنا وبيانات تقول نعم نحن مع الوحدة الوطنية هذا سهل نحن متماسكون نحن احنا في النهاية كمجتمع وكصحافة وكاعلام مفترض ان نكون احرار في طريقة الطرح يعني ما يجب علي انا اطرح الموضوع باللغة التي فئة او جماعة اخرى تريدني ان اطرحها انا اطرحها بالشكل الذي ارى هل هو بالفعل هناك وحدة وطنية الان في البحرين هل هناك تماسك مجتمعي في البحرين هذه الاسئلة كلها لكن في الوقت نفسه ترى في المقابل هناك لغة لا تخاطب المجتمع بانها تحترم الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي والنسيج المجتمعي والتعددية الاثنية او العرقية الى اخرى بل تأتي وتعتدي على الاخر دون اي عذر يعني وتستمر في ذلك هاي المشكلة اللي عندنا الان صارت في لغة الاعلام يعني صار عندنا ايضا لغتين في الاعلام وانا في طريقي الى المنبر كنت استمع الى اذاعة محلية طبعا احنا عندنا اذاعة فقط واحدة اللي هي الرسمية كان هناك كلام جدا مبتذل في الاذاعة مع احترام الى الاشخاص هذه اللغة هي اللي مستمرة عندنا احنا لا نريد اعلام مبتذل ولا نريد ايضا اعلام يتكلم بطريقة ايضا يعادي الطرف الاخر فيه نريد اعلام حيوي يتكلم عن تلاوين المجتمع عندنا التي تعكس المزيك المجتمع البحريني وهاي ما اعتقد انها هي صعبة وايضا هناك ضرورة وحاجة الان في البحرين بعد مرور خمس سنوات على احداث 2011 ان احنا لمناصرة المادة 19 من العهد الجول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتفعيل مادة 20 من العهد ذاته بصفة الزامية يعني هذا اول بداية لان حاليا احنا ما عندنا ميثاق شرف تنويري لاخلاقيات العمل الصحفي هي اشياء شكلية مع احترامي للجهات اللي قالت احنا عندنا انا لا ارى هذا والصحافة يجب ان تسير بشكل لا يسير في طرح مقال او موضوع يتكلم بلغة بعد علاقات عامة احنا نبي لغة تتكلم عن واقع المجتمع اللي احنا عايشين فيه واذكر هنا قبل ثلاثة اعوام عندما كنت في بون في المانيا تسنى لي ان احضر يعني ندوة قصيرة كانت ليست طويلة لاستاذ علم اللسانيات والفيلسوف الامريكي نعم شاموسكي وايضا انتقيت بيه شخصيا وسألته كان يتكلم عن خطر وضع القوانين التي تتعلق بمجتمع الارهاب في البلدان العالم طبعا لم يتطرق فقط عن الارهاب ولكنه ايضا تطرق على اثر وخطر وضع هذه القوانين بشكل عام التي تقيد من حرية التعبير وغيرها من الحقوق فقال ان التدابير القصيرة ايا كان مسماها قد تنزلك الى مطب الاستفراد بالرأي الواحد الذي يعني يقتضي ان انت تفرض رأي واحد على المجتمع الواحد وتلغي الرأي الاخر وهو ما يعني ان التعددية تكون ملغية بعد وضع هذه التدابير وهذا بالفعل ما حدث في 2013 لما تم اسقاط الاخوان في مصر تغيرت حتى لغة الصحافة والاعلام والمقالات الرأي في مصر وهذا ما حدث ايضا في كذا ما كان فكل مجتمع يعني التعددية في الاعلام هي انعكاس للتعددية داخل المجتمع فلما نطرح مثال المغرب وما حصل مثلا رغم ان المغرب في سلبيات وإيجابيات لكن ايضا ما حدث عكس هذه التعددية والتلاوين في الطرح في مصر الان نجد اللغة تغيرت في البحرين نجد ان اللغة يعني في محاذير ما زالت في لغة تحذر وفي لغة تشتم وفي لغة فقط مجرد بيانات ومعلومات علاقات عامة او قرارات معينة يجب ان تتم بالتالي لا يوجد هناك الصحافة التي تؤسس الى موضوع اللي هو التماسك المجتمعي او الوحدة الوطنية وطبعا طالما احنا لا يوجد هناك اعلام حر وتعددية واحترام لنقل اي رأي من اراء في المجتمع بسلاسة بحيث انه ما يعتدي على الرأي الاخر فبالتالي احنا بالفعل عندنا مشكلة في البحرين واعتقد انه مثل ما ذكرت انه لازم احنا نبدأ اذا منحل اي شيء في البداية ونريد ان نناصر موضوع تأثير الاعلام على الوحدة الوطنية في البحرين لنبدأ بداية لتعزيز ذلك في مناصرة المادة 19 من العهد الدول الخاص للحقوق المدنية والسياسية وايضا بالعمل مع اذا كان هناك فيما يتعلق في اخلاقيات مهنة الصحافة فنبدأ ونستفيد من مدونة قواعد السلوك للصحفي المحترفين اللي هي اساسا ليست فقط مطبقة في الولايات المتحدة ولكن كثير من الدول في العالم الان تستفيد من هذه القواعد لتأسيس ميثاق شرف حقيقي بين المؤسسات الصحفية أنا راح أتوقف عند هذا الحد وإذا كان هناك أسئلة أخرى وتفاصيل أخرى أنا على أتم الاستعداد أني أتكلم فيها نشكر الصحفية ريم خليفة ومن بعض النقاط التي تطرقت لها أنه تغير الخطاب الإعلامي بعد 2011 واتجه من المؤكد على الوحدة الوطنية إلى خطاب الكراهية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يحرم خطاب الكراهية فيجب على البحرين الذي صدقت عليه أن تحارب هذا الخطاب ضد جميع فئات المجتمع ولا تفرق بين جهة وأخرى نحتاج للتعجدية إعلامية وهي أحدى توصيات بسيوني وقارنت بين الحلوية في نقل الخبر بين بعض الدول العربية والبحرين أما الآن مع الرفيق أحسين العريبي وهو إعلامي للتو أنجز الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة وقدم دراسة في اتجاهات مقالات الرأي في الصحافة البحرينية وعلاقتها بمسار الوحدة الوطنية خلال الأزمات فلتتفضل مساء الخير في البداية يعني أشكر حضوركم أولا وأشكر السادة ريم على ما تفضلت به ورفيقي أحمد طبعا قدمني بشكل يعني ربما يكون أكبر من العرض المتواضع اللي أنا قد راح أقدمه خلال هذه الندوة الحقيقة لما الواحد يكون عنده صفحات واجد وأحصائيات وأرقام فيعني يتوه في اقتطاع ما مناسب منها في أحيانا يضطر أن يتخلى عنها كلها ربما أنا راح أتكلم بشكل يعني عام عن الإعلام وأهميته ودوره في مسار الوحدة الوطنية وعن أحداث 2011 وما خلفته واجتماعيا وأثر الإعلام في ذلك ومن بعد ذلك ممكن نقترح بعض التوصيات اللي يعني من شأنها أن تعزز دور الإعلام الاجتماعي في تطوير الممارسة السياسية في البحرين مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام تعد من وسائل التأثير في الرأي العام لما تمتلكه من ميزة وسهولة التداول بين الناس بين مختلف طبقاتهم وشرائحهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية ويشمل نطاق الإعلام عملية تكوين الرأي العام بهدف تكوين فكرة سائدة بين جمهور من الناس والقيام بدور قيادي مؤثر في تكوين اتجاهات الجمهور كما لوسائل الإعلام دور مهم في تعزيز الوحدة الوطنية حيث يزداد الطلب على الصحف مع اندلاع الأزمات وبروز القضايا التي تعد مثال مثار جدل وانقسام بين أفراد المجتمع ولما كانت أزمة فبراير مارس 2011 من الأزمات الاستثنائية التي وجهتها مملكة البحرين فإن عملية التعرف على مظامين مسائل الإعلام تعد من المسائل البحثية المهمة التي تعطي مؤشرا حول مسار الوحدة الوطنية خلال مرحلة أحداث فبراير والمراحل التي ثلتها إذا تسمحوا لي في البداية طبعا أنتم لا يخفى عليكم من الإعلام ينقسم إلى قسمين إعلام أو تصنيفين الإعلام هناك الإعلام التقليدي اللي هو يشمل الإعلام المرئي التلفزيون والإعلام المسموع مثل الراديو والإعلام المقروء الصحافة وهناك الإعلام الاجتماعي اللي هو يمتاز بفضاء أوسع من الحرية وأصبح الآن نطاقة في التداول أوسع وأشمل خصوصا بين فئات الشباب في المجتمع أنواع طبعا وسائل الإعلام الاجتماعي معروفة هي أهم ما يميزها في حقيقة الأمر أنها تفاعلية أنه لم يعد هناك مؤسسة إعلامية هي التي تفرض من الذي ينشر ومن الذي لا ينشر ولكن أصبح الجمهور المستهلك لهذه الوسائل هو أيضا محرر لمحتوى هذه الوسائل الإعلامية وبالتالي نطاق الرقابة بدأ يتذبذب شيئا في شيئا وأصبحت المعلومة تنتشر بشكل مباشر وحيوي وخارج نطاق الرقابة إلى حد كبير إذا بنتكلم عن أدوار وسائل الإعلام هناك أدوار كثيرة وتعريفات كثيرة لأدوار وسائل الإعلام منها أن تكون أداة تساعد في تكامل الدولة وترابط وحدتها وتقريب الفجوة بين حكامها وجماهيرها ونشر المعايير والنماذج العقلانية بين عناصر وقطاعات ومؤسسة المجتمع كما تلعب وسائل الإعلام العديد من الأدوار ومنها استطلعوا مراقبة البيئة أي مراقبة البيئة ورصد المخاطر التي تهدد المجتمع ونقل المعلومات لمحاولة خلق حالة واسعة من الفهم بين أفراد المجتمع والموظيفة الأخبارية التي هي مد الجمهور بالأخبار ووظيفة توثيق الأحداث يعني الأحداث التي تنشر يوميا في وسائل الإعلام خصوصا الصحافة تعد وثيقة بعد فترة من الزمن يرجع إليها في تقييم هذه الأحداث وفي يعني رصدها وظيفة الشرح وتفسير والتحليل من حيث تقديم المعلومات والبيانات وتحليل الأحداث وتقديم الشرح والتفسير والخلفيات التاريخية للحدث وأيضا وظيفة تكوين الرأي العام التي أشرنا إليها في البداية بالإضافة إلى وظيفة مهمة جدا وهي وظيفة الرقابة أي حراسة المجتمع من إساءة استخدام السلطة عبر الرقابة والتوجيه ومن هنا جاءت تسمية السلطة الرابعة أيضا من وظافة أخلاقية للصحافة تعد وظيفة توحيد الأمة وتحقيق التماسك بين أفرادها عبر أبراز الأهداف العلية التي تسهم في تماسك المجتمع وتوحده حيث تسهم وسائل الإعلام في تعميق الهوية والتمييز الحضاري والثقافي للأمة هذا في الإطار المثالي طبعا لكن عندما يتم الحديث عن وسائل الإعلام لابد هنا أن نقف عند شيء أساسي في تقييم وسائل الإعلام وهو أن وسائل الإعلام التقليدية منها والمرئية والمسموعة تحديدا هي حكر في يد الدولة يعني اليوم لا يوجد تعددية إعلامية مثل مؤشرات الأستاذ أريم خليفة ولا يوجد قانون أيضا يسمح بإنشاء مثلا تلفزيونات مستقلة أو إذاعات مستقلة وإنما الحديث ينحصر بشكل أساسي عندما نتحدث عن تباينات والتجاهات وسائل الإعلام عن الصحافة التي فيها هامش قليل من الحرية في إنشاء الصحف والتعبير عن هذه التلاوين التي يحتويها المجتمع ولكن أيضا هذه وسائل الإعلام حتى الصحفية منها تتأثر بعدة عوامل منها عامل التمويل وعامل طبيعة النظام السياسي اللي هو يعني يحد كثيرا من حرية هذه الوسائل ومن طريقة تعبيرها عن انعكاس الشارع لكن الحديث عن الصحافة في مملكة البحرين يعني لا بد أن نشير إلى بعض المراحل التاريخية اللي يمكن أيضا أغلبكم يعرفها بس ننتظرها بشكل سريع الصحافة طبعا في البحرين نشأت في سنة 1900 في الثلاثينيات القرن الماضي ثوانية ثلاثين إذا ما كنت غلطان وخلال تلك الفترة لعبت الصحافة أدوار في مواجهة السلطة في ذلك الوقت اللي هي كانت سلطة استعمارية وهي ما أدى أنه ما يكون فيه تواصل واستمرارية في هذه الوسائل نتيجة إلى أنها كانت تواجه وتجابه من قبل السلطات في ذلك الوقت وما أدى إلى حلها يعني كل ما تؤسس صحيفة تواجه بالحل نتيجة إلى طبيعة النظام السياسي وعدم سماحة بالمواضيع التي كانت تطرحها تلك الوسائل ومنها موضوع الاستقلال موضوع الانتماء للمحيط العربي والموضوع الحقوق والعدالة والمساواة في المجتمع اللي أصبحت تتضارب مع مصالح السلطة الاستعمارية والسلطة المحلية التابعة لها بطبيعة الحال هذا فيما يتعلق من قبل الاستقلال وهو ما أدى إلى تقريبا يعني من الثلاثينات إلى السبعينات إلى توقف خمسة عشر صحيفة لأسباب سياسية بعد الدستور 1973 واستقلال البحرين وصدار الدستور شهدت الصحافة في تلك الفترة نوع من الازدهار والحرية في التعبير عن الأحداث والمطالب الشعبية وتعتبر ذلك المرحلة من المراحل التي شكلت ازدهار في طرح عديد من القضايا إلا أن مجددا هذا الأمر لم يستمر ويتراكم بحكم أن البرلمان حل في سنة 75 وعاشت البلاد منذ سنة 75 حتى سنة 2001 تحت طائلة قانون أمن الدولة لما تأسست صحيفة أخبار الخليج في البحرين تأسست وفق شروط هذا النظام السياسي وهذه المرحلة السياسية فأصبحت لا تمثل المراحل التي سبقتها كمرحلة السبعينات أو حتى مرحلة الثلاثينات للخمسينيات التي شهدت أيضا حراك سياسي عبرت عنها بحيوية وسائل الإعلام الحقيقة أنه من سنة 75 إلى سنة 2001 كانت تنشر أخبار ذات الطابعة الرسمية وذات الطابعة الاجتماعية والأخبار التي لم يعكست هذا الخمول وهذه الحالة الهيمنة الأمنية وهيمنة قانون الأمن الدولة التي سيطرت تلك الحقبة وبالتالي لم يكن هناك نقاش لا في نسيج اجتماعي ولا في وحدة وطنية ولا في تعجلية سياسية ولا في حقوق كل المواضيع الأساسية التي تميز أي مجتمع حيوي كانت غائبة عن الصحافة لما صدر المثاق في سنة 2001 طبعا رجعت الحيوية للصحافة وسائل الإعلام بشكل عام في البحرين خصوصا أن المثاق نص على لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي والإبداع الشخصي وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون نحن مصيبتنا في الحدود التي يبينها القانون وعندما صدق جلالة الملك لاحقا على التعليلات الدستورية في منتصف فبراير 2002 تضمن التعليلات اهتماما خاصا بحرية التعبير والنشر وهو ما تلاه صدور القانون الحالي للصحافة والطباعة والنشر في 30 أكتبر 2002 على ما أخذنا عليه طبعا قد أدت كل تلك الإصلاحات إلى ارتفاع عدد الصحف اليومية من ثلاث صحف يومية في مرحلة ما قبل المشروع الإصلاحي إلى وصولها يعني ذروتها إلى 14 صحيفة في سنة 2012 في الحديث عن علاقة وسائل الإعلام والصحافة بالوحدة الوطنية الحقيقة نحن يعني ما تنقصنا يعني النصوص اللي هي تصون الوحدة الوطنية وتندد بالطائفية وتجرمها ربما يعني متجرمها وأنها يعني لا تجيز على تعبير منها ميثاق العمل الوطني لأكد على يعني المقاومات الأساسية للمجتمع في البند رابعا حرية الرأي والتعبير والنشر لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي وبانقتضى هذا المبدأ فأن حرية البحث العلمي كما ذكرنا وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي بينها القانون ونصت المواد الأولى من مرسوم بقانونة 547 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على لكل مواطن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ورفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون وذلك كله هنا المهم يعني دون المؤسس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية كما جاء في المادة 38 من ذات القانون يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على أزدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع فهذه المادة دعوة صريحة لإحترام التعدلية في المجتمع والحفاظ على التعايش والتسامح بين مختلف فئاته جاء أيضا في المادة 69 من شأن العقوبات أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدية نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفين دينار على نشر ما من شأنه التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بثروح الشقاق في المجتمع على أساس بالوحدة الأطنية حتى ميثاق الشرف الصحفي صادر سنة ألفين واثنين فيما يتعلق بالالتزامات الواجبة على الصحفيين والمؤسسات الصحفية نص على الامتناع عن انحياز الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديانة الكراهيتها ومقتلس من الدستور الميثاغ أو التي تروج للتمييز أو الاحتقار لرأي أو معتقد طائفة من طوائف المجتمع يعني هذه جانب من النصوص القانونية ومن المواثيق اللي هي جرمة التمييز وجرمة الدعوة إلى الكراهية والطائفية من خلال وسائل جانب نحن طبعا اليوم يثار الحديث حول الوحدة الوطنية بشكل بارز على خلفية الأحداث على خلفية التداعيات التي خلفتها أزمة فبراير 2011 يعني مثل ما تعرفوننا أزمة فبراير 2011 هي يعني جاءت ربما يعني أحد عواملها الرئيسية هي نتاج بين الشدوى الجذب بين قوى المعارضة والشارع المعارض بشكل عام في البحرين والسلطة السياسية وهذا يعني تركز بشكل رئيسي بناء على الدستور الصادر في سنة 2002 والذي خلف معارضة واسعة الاعتبار أنه يعني لم يحصر صلاحيات التشريع في المجلس المنتخب وأنما حدد نظام غرفتين وهو ما أدى إلى طبعا أول ضربة توجه إلى ميثاق العمل الوطني طبعا أدت إلى أنه في مجلسين للتشريع طبعا هذا أدى إلى مقاطعة شريحة واسعة من المعارضة البحرينية للانتخابات وتنامي حس المعارضة المجتمعية عزز هذا طبعا عجز السلطة عن حل قضايا بارزة من القضايا البطالة والسكن والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية التي تعد عمدة رئيسية للمجتمع وما أدى إلى حالها من الصخط العام يعني بدأت تزداد شيئا في شيئا هذا الشيء عزز طبعا عوامل خارجية منها يعني غزو العراق وما خلف من يعني القوى طائفية معينة سيطرت على العراق عكست هذا الشقاق الطائفي على المجتمع البحريني جاء تقرير الشهير يسمونه شيئا عشان ما يعني وعزز هذا الشعور بالانقسام الطائفي في المجتمع إلى يعني أن تصعدت الأحداث وبدأت يعني بدأ الهاجس الأمني يزداد في المجتمع البحريني ويعني وانتهى بأحداث فبراير 2011 طبعا هنا يأتي دور الحديث عن وسائل الإعلام في الأزمة السياسية التي يعني ظهرت في سنة 2011 أول شيء يعني خلونا إذا سمحتوا ليعرف الأزمة تعرف الأزمة على أنها موقف أو حدث مفاجأ أو متوقع يواجه المنظومة المجتمعية ينتج عنه تهديد خطير للاستقرار وخلل أو توقف بعض أو كل الوظائف الحيوية للمجتمع وخسائر في الأرواح والممتلكات يصاحبه تداعن وتصاعد في الأحداث والأعمال المكونة له بشكل سريع مما ينشط عناصر عدم الاستقرار في النظام في ضل ضيق الوقت وقلة الإمكانيات ونقص المعلومات أحد التعاريف يعني كل السؤال المهم هنا هو ما هو دور وسائل الإعلام في إدارة الأزمات تكمن أهمية الإعلام في الأزمة في أنه المصدر الأساسي للمعلومات ويجب أن يلتزم الإعلام بمجموعة من الضوابط أثناء إدارة الأزمة منها الدقة في عرض الحقائق بالموضوعية دون تهويل أو تهوين وذلك اللي ما للإعلام من تأثيرات خطيرة وكاملة ذات أبعاد ومضامين متعددة وتأثيرات متباينة وهي في الوقت نفسها أحد العوامل الرئيسية وأداء من أدوات إدارة الأزمة نحن طبعا كلنا تشفنا أن شلون عمل الإعلام الرسمي والتابع له بصورة سيئة على إثارة الإحساس بالخطر الجمعي في المجتمع قلال فترة الأزمة والفترة التي تتليها تعزيز النعرات الطائفية وربط التحركات الجماهرية بالأجندات الخارجية ونشر حالة التهويل والخوف في أوساط الجمهور بشكل ممنهج ما أدى إلى تعميق الشرخ بين أفراد المجتمع هذا الدور لم يكن خلال فترة الأزمة فقط ومن بعدها فترة السلامة الوطنية لكن هذا الدور استمر ربما لهذا اليوم كما استخدم التلفزيون الرسمي كوسيلة لمحاكمة المعارضين والنشطاء والتحريض عليهم ونشر اعترافات متلفزة من قبيعة السجون تبين لاحقا أنها انتزعت إثر التعذيب كما لعبت الصحف الموجهة دورا لا يقل سوءا عبر الطعن في وطنية المعارضين وازدراء معتقداتهم والطعن في شرفهم وتصويرهم أنهم لا متهم بصدر الوطن وثقافته وثوابته يعني إذا فتحنا أي جريدة من الجرائد في تلك الفترة حتى عقبها يمكن بسنتين لا أعرف إذا اليوم لحد اليوم هذه التعبيرات منتشرة من لاقي عبارات يعني طبعا لم أشر إلى أي من التفاصيل التفصيلية الموجودة في رسالة المنجستير لكن من خلال الطاعي على مجموعة من المقالات يعني رصدت بعض المفردات اللي هي على شاكلة أبناء المتعة أذناء بإيران المجوس ودائما كان في ربط بين هذه كلها الأوصاف اللي هي يعني تطعن في شرف الناس وفي معتقداتهم وتربطها بالتهديد الخارجي اللي هو يتمثل طبعا في إيران وهذا الشيء لم يكن يعني ينشر في مقال أو مقالين إنما يعني أنت تفتح مثلا صفحة رأي في صحيفة من الصحف ترى سابع ثمان مقالات بشكل يومي تنشر هذا النوع من المقالات وهذا النوع من المواضيع على مدى سنوات فلك أن تتخيل ولك أن تتخيلي طبعا نوع نوع يعني الصورة الذهنية التي تتكون لدى الجمهور نتيجة لهذه السياسة التحريرية هنا يمكن يعني تكمن الغاية في تعزيز الإعلام الاجتماعي في تطوير الممارسات السياسية اليوم الإعلام الاجتماعي يعتبر من الوسائل الهامة جدا والمؤثرة في تطوير الممارسات السياسية هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تحديدا في الغرب وفي العالم العربي كما ذكرت أن وسائل الإعلام الاجتماعي هي تمتاز بعدة مميزات أهمها أنه يعني الهامش الرقابة عليها يضيق تدريجيا بفعل الفضاء المفتوح الإلكتروني تداولها اللحظي قدرة الأفراد على التحرير وإضافة الصورة والخبر والفيديو بشكل مباشر مرة ثانية وتفاعل الجمهور مع هذا أيضا أنت تنشر وتستقبل الملاحظات وهناك من يطور الناس ويضيف عليه وهذا يعني يشكل فضاء حر وواسع للإعلام البديل اللي هو يعني يشكل في مجتمعاتنا اللي هي لا تتمتع بقدر واسع من الدموقراطية بديل فعال لترويج يعني خلنا نقول المضامين التنويرية كما أشارت الأستاذ ريم خليفه من ضمنها موضوع الوحدة الوطنية طبعا نحن لما نتحدث عن موضوع الوحدة الوطنية مو نتحدث عن الناس أنه لازم تحب بعض وتنسى كل المشاكل والخلافات اللي بينها ولكن الحديث عن الوحدة الوطنية ينطوي عن الحديث على المشاكل والمعاوقات التي تعرقل تحقيق الوحدة الوطنية من ضمنها غياب العدالة الاجتماعية التفاوت الطبقي الديمقراطية حقوق الإنسان وأيضا التأكيد على الجانب الإنساني في ما يتعلق بالوحدة الوطنية اللي هي الترابط الاجتماعي والقيام المشتركة والعادات والتقاليد المشتركة والتزاوج والتعايش كل هذه الأمور فأنا يعني من ضمن الدعوات اللي أدعوها في هذا الاستعراض السريع أنه يعني على الجمعيات السياسية وانصصة المجتمع المدني الالتفات لهذا الموضوع بشكل يعني جدي وتوظيف وسائل الإعلام الاجتماعي في يعني في إصار رسالتها السياسية ورسالتها المدنية خلنا نقول بشكل نعم وهذا يعني يحتاج أن يعني لا ينفصل الواقع السياسي على الأرض بالواقع الافتراضي بمعنى أن نحن لا يكفي أن يكون كل النشاط هو نشاط مركز على وسائل التواصل الاجتماعي بل يجب أن يرتبط هذا بفعل سياسي على الأرض يكمل هذا يعني يمزج الواقع الافتراضي بالواقع اليومي المعاش لعل من التوصيات اللي يعني اللي ممكن أن يعني نقترحها في هذا الشأن غير الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي كأداة تأثير واسعة الانتشار أهمية توجيه إدارات التحرير في الصحف لتخصص مساحات أكبر من المواضيع الصحفية بأشكالها المختلفة لتعزيز ثقافة الحوار والقبول والتعايش والتسامح وأهمية الوحدة الوطنية كما أهمية توفر قدر من المهنية والحرفية لدى المحررين بما يراعي الإتزام بأخلاقيات العمل الصحفي وتشجيع إدارات الصحف لنشر المواضيع التخصصية المبنية على الأساليب العلمية في التحليل والنقد خاصة في صفحات الرأي إنشاء مرصد صحفي مستقل يتولى إصدار دليل مهني يضع فاصلا بين حرية التعبير التي تكفلها الحرية الصحفية والمضامين الصحفية التي تتجاوز حرية التعبير لتصل إلى خطاب الكراهية كما رصد المضامين الصحفية المحرضة على الكراهية والمحفز على النعرات الطائفية ونشر تقارير دورية في هذا الخصوص تعرض للرأي العام والمجتمع البحثي على حد سواء شكرا لكم نشكر الرفيق حسين العريبي وقد عرض في ورقته أنه يوجد إعلام تقليدي وإعلام اجتماعي وأصبح الجمهور هو المحرك لهذه الوسائل وقلت الرقابة شيئا فشيئا تعاد وسائل الإعلام التقليدية حكرا في يد الدولة وشهدت صعودا وتراجعا وذلك تزامنا مع الأحداث السياسية في البلد منذ دستور 73 والاستقلال ازدهرت الصحفة ولكنه لم يستمر بعد حل البرلمان سنة 75 وسن قانون أمن الدولة حتى سنة 2001 أي مع صدور الميثاق حيث رجعت الحيوية للصحفة في البحرين أكد الرفيق على الدقة في عرض الحقائق أثناء الأزمات وأكد على أهمية الإعلام الاجتماعي ودوره في الوحدة الوطنية وهو البديل الفعال وأنه على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني توظيف وسائل الإعلام الاجتماعي في توصيل أهدافها وأراؤها السياسية التي تؤكد على الوحدة الوطنية أما الآن نفتح باب المناقشات وأن لا تتعدل عن ثلاث دقائق مساء الخير نشكركم حقيقة على هذه الندوة القيمة في توضيح الإعلام بالنسبة للإعلام يعني اليوم نرى غالبية الإعلام تعتمد على أخبار إشعاعات وتضخيم فنرى اليوم أن يجب على أولا إزالة هذه الأشياء يعني القضاء على الكراهية والأشياء يعني اللي هو أخبار الكاذبة الإشعاعات يعني غالبية في التواصل الاجتماعي كل ما اعتمد على الأخبار غير صحيحة وغير مصداقية فنطالب أيضا يعني بتطوير العمل الإعلامي كما تفضلتم يعني وضحتم في الموضوع ممكن عمل ورشة عمل مستمرة يعني من وقت لآخر في تطوير الأداء والأدوات يعني الإعلامية هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية مثل ما وضحت أيضا يجب أن يكون هناك ترسيخ للوحدة الوطنية من جانب إصدار يعني لو مثل ما تفضلت موقع بحيث أن يستطيع الشخص يعني أو يبدأ برأيه لكن يكون هناك رأيا يعني يعني بعيد عن الاحتقان الطائفي أو الكراهية ونبذة وهذا شكرا جزيلا السلام عليكم الأستاذ ريبي ويستبق طبعا ريم خليفة أنا من المهتمين لقراءة رأي وفكر ريم الخليفة أو ريم خليفة معذرة نحن ينبغي أن نضع أو نستند إلى النظريات البحثية والدراسية هناك يعني من الصعب تحديد أو اختيار انطلاقة للمداخلة لو أخذنا على سبيل المثال الفلسفة الأزهرية الفلسفة الأزهرية تذكر أنه رفع الملام عن أئمة الإعلام إذن نحن ما زلنا نتكلم عن تأثير الإعلام في المجتمع إذن الفلسفة الأزهرية رفع الملام عن أئمة الإعلام طيب رغب الثين عندما يصبح الإعلام مقيد ويصبح الإعلام موجه ويصبح الإعلام يخدم رجل واحد لا يخدم وطن ولا يخدم الشعب ولا يخدم بيئة حاضنة مداخلتي أنا أتحدث عن الأبحاث العلمية في وصف قاضي قاضي القانون وأتمنى أن الرسالة تكون واضحة قاضي القانون كما هو قاضي الرأي لما حد يسألني شو تقصد أنت بي قاضي الرأي وقاضي القانون أسند القول إلى من خرجت إمرأة إمرأة خرجت في 2011 ألا وهي سوسن الشاعر وسألت المجتمع البحريني علنا أين أنتم يا أيها الوزراء وأين أنتم أيها السلطة التشريعية وأين أنتم يا رجالات البلد تفضلوا الصالة مفتوحة وأناشدكم أن تحضروا البرنامج الإعلامي المعلن لا نتعامل بلغة الظلام ولا نتعامل مع الرأي في الظلام أن نحن نتحدث في الضوء إذن سوسن الشاعر طالبت أين أنتم 120 وزير 40 شوري و40 نائد و40 وزير لا أحد شارك وأبدأ رأيا في برنامج سوسن الشاعر إذن ريم خليفة نوهت وعرجت على هذا الجانب إذن إحنا ما عندنا رجالات في البلد تستطيع مواجهة الإعلام ومواجهة قاضي الرأي إذن اسمح لي بس لا أريد الإطالة إذن سوسن الشاعر كقاضية و 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 من المزراء والنواب والشورى ورجلات البحرين أن يحضر ويواجه أزمة 2011 مشكور يخل الرفيق علاء مرحبا مساء الخير العلام اليوم هو أكبر مؤثر على المجتمع الحديث وخصوصا بعد تطور التكنولوجيا وهو أثر على مستقبل المجتمع بفكره كان بفكر سليم أو فكر مفخخ اللي قد يقر إلى نتائج سلبية في المستقبل بلا شك العلام الرسمي اليوم كالجراد والقنوات الفضائية المفخخة لا تؤثر إلا على المهتمين بها لكن لو نركز على العلام الرسمي لو تجد هناك أيضا خطابات متطرفة أو كراهية فتأثيرها لا يخترق جميع المجتمع فاليومين يتابع التلفاز أصلا هم أقلية فالتلفاز الجديد هو الهاتف الذكي ولو اخترقت فهي فقط تؤثر على متابعينها والمهتمين بها مثل ما ذكرت وهم أقلية العلام الذي يجب على المجتمع من أبوين وإسراء وأفراد الحذرة منه هو الإعلام الغير رسمي في مواقع تواصل الاجتماعي من حسابات مؤدلجة تفخخ متابعينها من الجيل الحاضر على المجتمعه والفكر السليم فهي تحاول أن تنزلق بأفكارها في أذهان أفراد هذا الجيل وتثبت وجودها في المواقع التي تهتم في زيارتها الفرد في الانترنت لتسهيل عملية الجذب والتفخيخ لو نلاحظ أكثر فأن أغلب شبابنا اليوم يتفخخ تدريجيا وحتى لو التربية والبيئة لها دور عظيم في تأسيس الفرد لكن جيلنا اليوم لو يدقق فأنه في كل الأحوال قد يتفخخ وهذا يرجع للبث الوعي في المجتمع في مجتمعنا للأسف لا يحث أفراده للقراءة والمباثرة في التعرف على الطوائف والأعراق في مجتمعه فقصور وجود هذه الأعمدة الإيجابية يقتصر الفرد تفتحا تقبلا والآخرة فأكثر الشعوب كرامة هي أكثرها قراءة وقل الشعوب كرامة هي الشعوب المفخخة والشعوب المفخخة مستقبلها كما تعلمون مستقبل فاشل وسلبي لو تم بث الوعي وتفتح المجتمع لا خوف من جهات المفخخة فهذا الدور فرض على كل فرد في المجتمع ولخة المنتدية الأستاذة ريم خليفة أتمنى محاولة البث الوعي في صحافتكم في موقع التواصل الاجتماعي فأنا أنتقد مسامح نوع الأخبار التي تتم بثها في جريدة الوسط في موقع التواصل الاجتماعي مثل حوالث سيارات بسيطة وكيف تصطاد البلدية كلاب الضالة صور قطط متكررة إعلانات صور نمر ينظر إلى كاميرا أتمنى تحسين نشاطة جريدة الوسط الصحفية في موقع التواصل الاجتماعي وشكرا الرافيق أبو باصن أنا أشكر ريم خليفة بيت الرافيق عبد الرحمن خليفة وأشكر الرافيق أحسين والرافيق أحمد يعني ندوه محترمة وممتازة صحافتنا الصحافة والصحفيين هي منتفعين يعني ومموظفين حق حق الشيء اللي تبغيه الدولة يعني وحتى لو صحيفة يتريد تستقل يعني بالخبر وبالكلمة ما يعطونها مجال يعني محاسبة يعني على أي مقالة أو على أي شيء اسمه قول الصحفيين الصحفيين اللي في البحرين نعتبرون موظفين بقول الكلمة والخبر والوحدة الوطنية ذبحوها الصحفيين قتلوها من خلال الإعلام الموجه اللي صاير في البحرين الأقلام الانتهازية تجدهم في المكان والزمان الوقت هذا تجدهم أقلامهم يعني حراب ضد أبناء الشعب وحينما يتغير الزمان والمكان تجدهم أقلامهم تختلف عن المكانة يعني هذه الأقلام الانتهازية حتى لو في ندوة واحد يتكلم ويبدأ رأيه وحتى الصحفي هذا الصحفيين الانتازيين اللي ما يحضرون للندوات بس على اليوتيوب يسمعونها تراه يكتب ضد الشخص اللي بدأ رأيه يعني حذروا نعمع فيه ما في حرية رأيه وحتى التواصل الاجتماعي مراقب اللي يقولك أن التواصل الاجتماعي عند الإنسان حرية فيه لا التواصل الاجتماعي ما في حرية انت مجرد تتكلم كلمة في التواصل الاجتماعي ومجرد تغرر التغريدة حتى لو ما قالت التغريدة يعني اذا هي التغريدة ضد اي شيء موزين هذا يحاسب عليه وذا قالت تغريدة ضد الناس وضد مكون رئيس المجتمع يستنسون منها يعني هاي اللي حادث من البحرية اقلام انتهازية صحافة ومنتفعة تم توظيفها لقتل هذا الشعب وقتل الوحدة الوطنية شكرا 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 قبل ان ابدأ ملاحظة بس عندي تصحيح للاخ استاذ حسين حول ثورة 14 فبراير وان نتاجها كان بسبب نتاجها كان بسبب الاحباط اللي عم عموم الناس وليس التجاذبات بين قوى المعارضة والحكومة او السلطة يعني هاي ليس المحور يمكنها يناقش في وقت اخر ولكن اساس ندق يعني نوصف يعني التوصيف الصحيح انه كان نتاج احباط لدى عموم الناس وان الثورة التي قام بها هي الناس وليس حتى بعض الجمعيات حتى يمكن يكون بعضهم الاسلامية ما كانوا متوقعين ان يكون هذا الحدثين اعتقد هذا يناقش في ندوة لكن دي لدي ملاحظتين انا لا اختلف حول ما يعني تفضلت بالاستاذ ريم والاستاذ حسين حول دور الاعلام وتأثير في الوحدة الوطنية وهذا هو يعني اعداد كان جيد وممتاز ولا اعتقد يختلف احد مع هذا الطرح سواء هنا او حتى الجمعيات يعني بما فيهم الحقوقية والسياسية الملاحظ ان عندما نريد ان نطبق ما تفضلتم على الواقع العملي يعني لا نريد هذه الندوة ان تنتهي بانتهاء عندما نخرج من هذه القاعة لا يكون لها اثر يعني كأنما قاعدين نحن نسولف مع بعض يعني يعني الان انتم يعني صحفيين شرفاء جمعية شريفة حضور من الشرفاء لا يختلفون معها لكن دعونا خلنا نطبق يعني لا نخلنا جانب الدولة وجانب السلطة نتركها الآن نحن نتكلم عن كقوة وكنخب وكجمعيات ما هو دورها في تعزيز هذه الوحدة الوطنية في الوقوف ضد من يريد ان يشطر المجتمع نجد الطرف الاخر عندما يطرح اي موضوع تكون هناك مناصرة رفع دعاوة في المحاكم وتكون هناك يعني تحشيد في الصحافة الصفراء الى ان يتم معاقبة هذا الشخص الذي ابدى رأيه بكل موضوعية ولكن عندما يكون طرف اخر ابدى ملاحظة او خطيب معين نال منطائفة معينة بابشع الكلمات وبأقدر الكلمات نجد المجتمع يلزم الصمت حتى القوى والنخب والجمعيات لماذا لا تحرك ساكن لا تحرك دعوة من ننتظر من يعني يقدم شكوى ضد هذا الخطيب او باكل الصحفي ولذلك نحن نساهم في ايضا هذا التشتير المجتمعي نحن يعني كقوى او كنخب اذا اردنا ان نساهم في اخماد هذه الفتنة او وضع حد لهذه الفتنة ان يكون لنا دور ايضا ايجابي في هذا الجانب ان يعني نسخر هذه يعني المواقف الى مواقف عملية اثنين هناك بعض المصطلحات التي يوظفها اللي هو الصحافة والاعلام او الصحافة الصفراء او حتى النظام ويمررها ونجد ان الصحفيين والمهنيين يتلقفون هذه المصطلحات يعني ويعممونها طبعا الاعلام لدور كبير في التأثير على المجتمع المؤسف انه عندما يكون هذا الصحفي الذي نتأمل منه ان يكون منتقدان وان يكون له رأي وينور الناس نراه ينجر في جانب السلطة ويكرر المصطلحات او بعض المفاهيم التي يطلقها النظام مثلا في السلامة الوطنية قانون السلامة الوطنية اجمع الجميع على انه قانون ظالم غير دستوري بسيوني يعني لم يعني ادانه 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 قصدي لم يعترف بيك بانه مر على القنوات القانونية ولكن نجد ان هذا المصطلح راج السلامة الوطنية يعني بمعنى ان الناس كانوا خطر على هذا البلد وان هذا القانون كان صحيحا لمعاقبة الناس يعني لماذا لا ينتقد نحن الان في المحافل الدولية نقولها السلامة اللاوطنية يعني حتى احد بعض الشخصيات كنا في جنيف قال لي مفترض تلتزم بما يعني تم طرحه في رسميا قلت لانه انا لا اعترف بها لانه هذا القانون ظلمني وظلمه شريحة المجتمع شريحة كبيرة من المجتمع لا يمكن ان اعترف بك قانون السلامة وطنية انا اقول بانه ان الاعلاميين يكون لهم دور ايضا في تنوير المجتمع حول بعض المفردات التي يطلقها النظام حتى يعممها ويتلقفها الناس وكأنها يعني حق هذه ملاحظتين وشكرا رفيق فاضح الشكر موصور الى الكاتب اريم خليفة والى الرفيق احسين العرابي والرفيق احمد عدنان هو من عنوان الندوة يعني هو مواصلة الى ما بدأوه تقريبا المنبر التقدمي منذ بداية شهر اوغز ندوة الكاتب والصحفي غسان الشهابي نستمر في هذا الموضوع لاهميته نظرا الى ما مرت بها بلدنا خلال السنوات الماضية الخمس والنيف من انشطار وانقسام مجتمعي لا مثيل له يعني في السنوات التي مضت لا مثيل له في تاريخ البحرين ويشكل يعني حالة خطيرة جدا ولا زالت تداعياته مستمرة من هنا احنا مستمرين لهذا نقول الصحافة تلعب دور كبير في مسألة الوحدة الوطنية والصحافة او بالاحرى يقال عن الصحافة السلطة الرابعة لما تقوم به من دور مهم في المجتمع لهذا نرى هناك فرق ما بين الصحفيين الذين عززوا الوحدة الوطنية رفعوا شعارات الوحدة الوطنية ابان احداث عام 1953 في محرم عندما حدثت الفتنة وعلى اثرها فيما بعد تشكلت هيئة الاتحاد الوطني في 13 اوغسط عام 1954 بعدين نعرف ما صار من العدوان الثلاثي على مصر تم ضرب الهيئة في عام 1956 لكن الصحفيين في ديك الفترة كان دورهم دور وطني دور مهم في بث الروح الوطنية ضد المستعمر البريطاني وتعزيز الروح الوحدة الوطنية لهذا توحد شعبنا الآن لما نجل قارن ما بين فترة احداث اللي هي الخمسينات وما جرت في احداث 2011 ودعشر نرى الصحفيين والاعلام لعبوا دور جدا سيئ في شق شعبنا في مزيد من بث خطاب الكراهية والاحقاد والبغيضة في المجتمع ولهذه اللحظة هناك من الصحفيين يستمرون في هذه اللعبة القدرة التي تشق وتمزق شعب البحرين لا يهمهم وحدة وحدة شعب البحرين بقدر ما يهمهم وصالحهم هؤلاء يخافون على المكاسب والمزايا التي حصلوا عليها خلال السنوات الماضية وحدة شعب البحرين بما معناه لا تليق لمثل هؤلاء لأن هؤلاء يكرسون خطاب مثل ما ذكرت سلفا الكراهية والحقد في المجتمع من هنا نقول الصحفيين عليهم دور مهم في إنجاز الوحدة الوطنية مثل ما هو اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور فعال في إنجاز هذه الوحدة الوطنية ولكن مع الأسف الشديد المكنة الإعلامية يعني في المجتمع وأنا أقولها بشكل صريح ليس فقط الشعبي حتى الرسمية لا زالت تلعب دور غير جيد يعني بما معناه دور سلبي وليس إيجابي يعني يتطلب من مجلس النواب أن يتخذ قراره والآن اليوم من الإقادة الأول ليه للدورة الثالث للإقادة الثالث عليه أن يصدر قانون يجرم التمييز لأن هذا القانون راح بالفعل يكون ليه دور فعال في المجتمع قانون رسمي يجرم التمييز في البحرين وهذا مهم حتى يستطيعون الناس يعني يعملون بأمان وسلام كما لا يحدث اتجاههم يعني مثل ما نقول بما معناه لا يساءلون خاصة الناس اللي يعبرون عن مواقف ومشاعر وطنية من التعزيز الوحدة الوطنية ومن يسيء إلى النسيج الوطني بالفعل يجب تقديمهم إلى المسائل القانونية لينالوا عقابهم لأن هؤلاء يشقون الصف الوطني وشكرا رفيق عبدالله بالترتيب بالترتيب يعني على ما أنا بنظاري شفت سجلت لأس ما أمشي بالترتيب طبعا موضوع الوحدة الوطنية موضوع ما فوقه موضوع يعني فالواحد لازم يتكلم من قلبه يعني مو بس كالترف موضوع للوقت يعني أنا كنت أسمنة يعني أن يكون الرأي والرأي الآخر موجودين على المنصة يعني عشان نحن نثبت يعني للرأي للآخرين أن نحن 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 مؤيدين لنا يعني فهذا يعقل شوية مصداقية أكثر النقفة الثانية موضوع الندوة يعني العنوان الإعلام وتأثيره بمسير الوحدة الوطنية نحن عندنا عندنا الإعلام الرسمي مفروح كان يصير تحديد يعني أي إعلام نقصد الإعلام الرسمي ما يدعو للوحدة الوطنية الإعلام الطائفي ما يدعو للوحدة الوطنية الإعلام الفضائي اللي هم التواصل الاجتماعي ما يدعو للوحدة الوطنية فالإعلام الوطني الحقيقي المتمثل في هناك نشراتين موجودة مثل المنبر و وعد حالياً عندهم المنبر يجب أن يصير التركيز بهذه الدقة أما بقاية الإعلام كل إعلام طائفي وهذه ليست لا يقص في حق الإعلام الطائفي سواء كان الشيعة والسنية هذه موجودة في كل العالم هناك إعلام أقليات إعلام طائفي طوائف إعلام ديانات إعلام سمين هذا السؤال سألها هل إحنا بس نجي مثلاً الإهليين ونقول بس الإعلام الرسمي إمارس مثلاً تفريقة مثلاً حدنا إحنا الإعلام الموجودة اللي عندنا إمارس بعد فنأخذ جريد الوسط ونأخذ جريد الوطن يعين يا ليل يعين يا ليل يومياً هنا يتحكي بسماً الوطنية ويتهجب بالطائفية يدعو للوطنية وهنا نفس العملية تراشق صاير هذا الشيء يجب أن يتوقف أنا قبل ما أطالب السلطة أنا أطالب روحي بعد هل إحنا قدها المسؤولية أم لا مع الأسف يعني شباب يعني مراء يعني كتاب أنا سميه كتاب دينين يعني صغار في السل لا يعمل ماذا يعمل وشغلتنا بس إريد على الصحفي اللي قتب هذا يكتب هذا إريد يكتب على يوم ثاني فهني قاعد يصير حينه تفكير جمعي فكر يعني للطائفة الشيعية وفكر للطائفة السنية أين الإعلام الوطني هاي بعض السؤال احنا لازم نسأله هل الإعلام الوطني قادر أنه يوصل للشراحة الكبيرة للشباب اللي يتكلم عنه الأخ علاء مثلاً سواء في نشراتهم مثلاً أو مثلاً في تواصل الاجتماعي في التويتر وغيره مثلاً ما قاعد يصير شيء الطاغي الإعلام الطائفي شئنا أم أبينه والدليل صاحة يعني ملوثة بكل المصطلحات هذه سؤالي الأخير أنا عندما سؤال الأخي حسين يعني في دراسات تقول يعني شفت أن في الصحافة مثلاً المفرجات التي تكلمت عنها مثلاً أولاد المتعة المجوس الصفاويين وهو هذه الصور شفتها بعين واحدة إذا العين الثامن ما شفت في الإعلام الآخر شلو كان يكتب بعين إذن استقام الأصليون طائفة الأكثرية الأغلبية مثلاً الإنسان الوطني طالع بعينه مو بعين واحده هذا يشحن وهذا يشحن طائفي هاي يعني هاي تولس ماله وهذا هاي تولس ماله كل واحد يتهجم على الثاني الضحية من؟ الوحدة الوطنية فإذا بنتكلم عن الإعلام نتكلم عن الإعلام الوطنية اللي أحيلي مثلاً ما أصور لازم الجمعيات الوطنية وأنا أقصد المنبر ووعد وإلا ما في إعلام وطني يدعو للوحدة الوطنية لا الإعلام الرسمي ولا الإعلام الطائفي المتمثل في الوسط يمثل الطائفة الشيعية والوطن مثلاً للطائفة السنية وعافية لحما الأيام وإخبار الخليج وتوابعها انتهازين وصوليين وغيره ما همهم شي لنا فالمهمة ملقات على عاتقنا أحنا كوطنيين حتى أنتم ككتاب مثلاً أنت يا حسين وغيره وغيره مفروض اطلعوا بشكل أقوى في وسائل التواصل الاجتماعي لأن هناك شباب متعطشين للمقالات الوطنية الجامعة وشكناً طبعاً نشكر الأستاذ ريم والأستاذ حسين وطبعاً هما ما بأكون أنا يعني حق الأمور اللي سمعناها لكن نبقى أمام نقطة واحدة أو نقطتين بالأحرق لنقطة الأولية لمسألة هل ممكن نسمي الإعلام على جميع أشكالها في البحرين أو بعض الأنظمة اللي حوالين بالسلطة الرابعة يعني بمعنى السلطة التي تستطيع أن تحدث تغيير في المجتمع أنا أعتقد هذه أصلاً غير موجود على الأسف ليس نظرة تشاؤمية لكن على أرض الواقعة من شدة نشوف الصحفيين الآخرين اللي يغردون في يعني الأمور الأخرى لهم الحرية وإلى خيعة يعني هذي آية مسئلة واحدة لأنه إذا أنت السلطة إذا ما تتصف أو ما تكون معاها استقلالية بمعنى لا ممكن أن تكون سلطة وأنا أعتقد هذه اللي مشكلة أساسية اللي موجودة عندنا وقص على ذلك النقطة الثانية له مفهوم حرية الرأي والتعبير إلا هي مرتبطة طبعاً مسئلة الديمقراطية وهذه هي الأخرى طبعاً مفهودة أو ربما غير مرقوب فيها في هذا الهادي إلا في الكلام في الميثاغ العمل الوطني أو الدستور والآخر لكن على أرض الواقع طبعاً هو لا وجود له ففي هذه النقطتين إذا حطناهم على بعض كيف ممكن السلطة هذه أنا ما سميها السلطة ما عندنا لكن قلنا نقول الإعلام ممكن فعلاً يخدم في مسئلة الوحدة الوطنية ويقدر فعلاً يعني يقوموا بشيء أنا أعتقد هنا لا ممكن الشفافية طبعاً مطلوبة وهذه ممكن لها أن تعيش فأعتقد أن يعني هي الأمكانية يعني الأصرية مو موجودة عشان أن نحن نخلق إعلام فعلاً يكون مؤثر وممكن يعطي نتيجة يعني بس باختصار بغيت أقول هذه النقطة شكراً أشكركم على هذه الندوة الطيبة على العنوان القوة الوطنية الكل لازم عرف أنا ما بطول لكن الكل يعرف القوة الوطنية أول شيء إذا كان فيه أي كاتب يكتب ضد القوة الوطنية لازم ما نجام له لازم صخفه في ويهة على أساس يتعدى بغيره لأنه لازم إحنا ما نجامل الأوادم اللي نشوفهم ينافقون تعطي دايركت في ويهة وتخلي الجماعة كلهم يعرفون أن ذي الشخص منافق لا تجامل في ويهة تقول له والله إيه وعب تقول له أنت كتبت هالشكل ضد الحركة الوطنية إحنا كلنا شعب واحد ومان يب نقول شعب دي وشعب دي هذي مان يبدي السال فيه كلنا نحنا أوادم وطنيين خل العدو يحتار فيك وهذي اللي أنا أحب أقوله لازم نحن تكاتف بعضنا بعض ومانيب أنه فلان وفلتان وفلتان قد ما نقدر أنه هذي العنوان كم يسوي اللي لمطرح لازم يربط كل الشعب البحريني والكل اللي عرف الأشياء اللي انطرحت وأشكركم أنتو على الكلام اللي قلتوه شكراً شكراً رفيقه بصبره بس كنت بأشل اخر واحد أنا طبعاً ما كنت بأتكلم بس بصراحة كلمة الأخ تريم نقلتني إلى عام 1998 عندما حضرت مؤتمر الطوارئ في دبي فجرى طرح سؤال لمناظرة هل الإعلام يمكن أن يكون خطر على الأمن الاجتماعي لنحن نتكلم الآن الإخطريم أشارت لمكانة الإعلام في إدارة المجتمع وكانت المناظرة بين ممثل الـ CNN أيامها العجوز هذا اللي توفى المعروف ووكالة الأنباء الألمانية ففي المناظرة كان الممثل الـ CNN يدافع عن موقفه أنه لا يمكن لنكون الإعلام خطر على الأمن الاجتماعي وقتها أنا طلبت الكلمة وقلت له يا أستاذ أنت من الناس الذين شكلوا خطرا على الأمن الاجتماعي قال لي كيف قلت له أنت ما بثيت خبر عن شرنوبل وقتها أن الناس سموت في الشوارع وبثيت تقرير متكامل عن أيام الحرب العالمية الأولى الثانية والناس ما كانت ينقلون حتى الإسعافات ما كانت تستطيع أن تنقل فالأثناء أنت تركت أثر لأننا كنا محاطين ما نقدر نتكلم مع أهالينا وكنا نحاول أن تواصل معهم أنت العمل اللي عملته استسبت في موت بعض الأمهات نتيجة لخوفهم على أبنائهم إذن هنا نحن نتكلم عن المسؤولية في صناعة الكلمة وفي إدارة الكلمة وحكمة الكلمة في الإعلام مهما تكون يعني أنا ما أريد أخصص هذا الطرف أو ذاك ولكن أعتقد نحن في مرحلة كلنا مسؤولون في صناعة الكلمة في صياغة الكلمة في توجيه الكلمة في إدارتها لأن هذه الكلمة تصنع أساسا أثرها على الفكر الاجتماعي والفكر الاجتماعي هو صيورة الوحدة الوطنية إذا لا نتمكن أن نتعامل مع صياغة الكلمة بالطريقة العاقلة والحكيمة لا يمكن لنا أن نحقق أي اتجاه لبناء الوحدة الوطنية هذا ما أرد التشير عليه وشكرا نترك المجال الصحفية ريم للرد والتعقيب على المداخلات أولا أريد أن أشكر الحضور على تعليقاتهم وعلى مداخلاتهم بس كان فيه شغلة بس أريد أن أوضح للشخص اللي قاعد هناك بالنسبة لصحيفة الوسط لمعلوماتك صحيفة الوسط ليست صحيفة تمثل الطائفة الشعية صحيفة الوسط هي صحيفة مستقلة وطنية بمستثمرين من جميع الطوائف في البحرين عرب وغير عرب هذه يعني لمعلوماتك فلا أقبل أنك تصنف الصحيفة تصنفها لأنها تأخذ الرأي الآخر لفئة صوتها غير مسموع في المجتمع حسناً المجتمع لا يوجد صحيفة هذا مخصص معي حسناً هذا موجود حتى في أي بلد في العالم الهيسبانيك اليهود الأن الأقليات في العالم الأيزيديين حالياً كلهم يكون لهم فويسلس الوسط إذا تكلمت عن فئة لا يعني أنها تحمل صبغة هذه الفئة هي صحيفة وطنية ولا أقبل هذا الكلام خاصة على منصة المنبر التقدمي خصوصاً أن من رجالات هذا المنبر وجبهة التحرير الوطني خالي فكنت أتمنى لا أسمع هذا الكلام هيا أول شيء ثاني شيء بس أنا أتقبل هذا بس ولا أريد يعني أن يكون أن تصف الصحيفة بأنها بمواصفات هذا يعني أنت لما تشتم الصحيفة وتشتم فئة شريحة كبيرة من المجتمع إذا أنت أنتهم بعد ما تعترف بهذه المجتمع أو بهذه الفئة وهذا أيضاً لغة طائفية وعنصرية تحاسب وتجرم عليها وهذا أنا اللي كنت أتكلم عليه أنا سمعت كل الكلام من الفئات العمرية هنا من عمر جدي إلى عمر أبوي إلى عمر أمي وصولاً إلى اللي أصغر مني أنا أريد أن أقول شغلة إحنا ما ممكن أن نصل إلى حل حقيقي وإلى موضوع الوحدة الوطنية إذا قعدنا بس أنت قلت في تراشق إعلامي إحنا لا نتراشق مع أحد بالعكس الصحف التي أنت تكلمت عنها هي التي لا تتراشق هي التي تشتم وتغذف كما هي وسائل الإعلام هذه أول شغلة والتراشق والخذف في مجتمعنا للأسف هو نتيجة نجاح قوة داخل المجتمع على تحطيم هذا المجتمع والنتيجة أنت عفواً يعني بس أنت النتيجة أن طلعت إفرازات تتكلم بهذه اللغة من أين؟ من نضال تاريخ لجبهة التحريل الوطني حضرت ندوات كثيرة للمجتمع المدني هنا وتكلمنا في كثير من المواضيع لم أسمع يوماً أحد يتكلم بهذه اللغة فإذا أنت ما تعجبك صحيفة هذا رأيك لكن تنعت هذه الصحيفة بمسميات لا أقبلها لا أقبلها إطلاقاً كما لا أقبل أن ينعت المنبر بمسميات لأن هذا المكان له تاريخ وبما أنك تصف أنك جزء من هذا المكون الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية إذن لا عليك أن تقصي طرف دون طرف تاريخ جبهة التحريل الوطني البحرانية هنا في البحرين وفي المنبر التقدمي جمع الناس وهذا المسمى لم يكن من بر تقدمي كان جبهة التحريل الوطني البحرانية وسيبقى جبهة التحريل الوطني البحرانية يضم جميع أبناء البحرين سنة، شيعة، زرشتية، بهاية، هنود، بونيان، whatever وفي المنبر التحريل الوطني البحرانية حسنا؟ يعني لو طلعت صحيفة الوسط بالهندو وتدافع عن الهندوز في البحرين لا مانع من أن تظهر صحيفة مثل الوسط أنا لا أريد أن أتكلم بس عن الوسط الشغلة الأخرى التي أريد أن أنوه إليها لماذا لا نتحدث عن الوحدة الوطنية؟ أنتوا شايفين المشهد، خمس سنوات نحن قاعدين كل واحد سوي له ندوة كل واحد سوي له ندوة يتكلم أنا جيت، الندوة ليس منشورة اليوم أساساً وكان هناك طرح، وكنت أريد أن أرى جسد نبض الشارع عندنا أنا صالي فترة لا أكتب في الجانب المحلي لأني أشعر بمغص شديد يحق لي أن أصف هذا الوضع بالمغص الشديد، المغص الشديد ليس من الدولة المغص الشديد من المجتمع نفسه المجتمع نفسه لا يتآذر مع المجتمع الآخر أو مع الطرف الآخر الذي أنت وصفته لماذا لا أرى اليوم في البحرين خطاب تسامحي تعددي تريد إعلام حر تريد صحيفة حرة أنت تتكلم، أنت تتكلم الآن تقول لي تناقش هنا عن مسؤول إلى آخر وين؟ إحنا إذا نبي إعلام حر حقيقي ما يقول أنت وأنا أنت رجعت وقلت هذه الكلمة أنت وأنا رجعنا إلى المربع الأول إحنا المفروض في البحرين نترفع عن هذه المواضيع إحنا تربينا في بيئات لا تتكلم أنا وأنت نتشارك الأفراح نتشارك الأحزان لا شيء شكلي أنا إذا أبي أتكلم عن هذا الإعلام زميلي حسين تكلم عن التاريخ والمراحل اللي مرينا فيها في البحرين لماذا لا نقرد من أنقذ زجاجة؟ لأن لأسف لا نقرد من أن نتقبل بعضنا البعض نسمع لبعضنا البعض نحترم بعضنا البعض نحن الإحترام موجود عندنا كل واحد يقول أنت إيه؟ هذا والد مادرشينو؟ هذا والد يعني فيه يعني مثل مشكلة الآن الأمريكان السود يعني ممكن واحد يقول كلمة نقر هذه ممنوعة هذه جريمة هذه تمييز أنا ما بقول المصطلحات اللي نقولها هنا في البحرين والتي زادت في الفترة لأن أنا أترفع عن ذلك ولا أريد وانصدمت جداً أني أسمع مثل هذا الكلام من هذا المكان واسمحوا لي أنه أنا قلت هذا الكلام لأن أنا أتوقع من القوى الوطنية التي تصف نفسها بالوطنية أن تحترم كل فئات المجتمع أن تحترم كل فئات المجتمع ولا نصغر أحد إذا أنت ما كان عندك مشكلة غيرك عنده مشكلة إذا أنت ما عايش تحت حصار غيرك عايش تحت حصار إذا ما كان عندك مشكلة أنك تصافح يد مثلاً شخص يشتم يومياً وتضحك أمامه ذكر الإستاذ أننا أو شخص من الحضور أن أنتم تجاملون الكتاب المنافقين بالفعل كثير من العناصر عندنا هنا في البحرين وحتى يعني تجاملون الكتاب المنافقين أنا لا أحتاج عيدهم أنتم برحكم تعرفون هي ليس مسألة أننا نتكلم أننا لازم مسؤولين عن الكلمة نحن صال لنا خمس سنوات ناس تكتب وتشتكي وتقول ولا يتحرك شيء مثل ما هم في ناس ضحايا لقضايا كثيرة لا أريد أن أغير موضوع الندوة يفلتون من العقاب هكذا أعتقد أننا نحتاج إلى ثقافة جديدة ومجتمعية في البحرين نحتاج إلى ثقافة جديدة نحن ولما تقول لماذا لا لدينا إعلام حر أبيك أنت تحاول تفتح صحيفة أو موقع إلكتروني أبيك أن تذهب إلى تفتح شوف الأشياء التي تحتاج إليها هذا ليس موضوع سهل ولكن الآن مع العالم الإلكتروني وتطور وسائل الإعلام مثل ما ذكر حسين من السهل أن أنت تقدر تخلي صوتك يطلع وتسوي ولكن تتحمل مسؤولية الشيء اللي أنت تسوي وأنا يعني عذرا على الإطالة لكن كان لازم أقول وأنا شخص صريحة وما أجامل ولا أنافق وإذا في يوم من الأيام شفت شخص كان مشهور يعني مشهور أنه هو ينافق ويكتب ضد مصلحة البحرين سيأتي هذا اليوم والذي أقوله في وجهه شكرا 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 انا الصراحة نسيتش بقولوا هو يعني على عجاله بس انا حب اشير هديك أنت صراحة صراحة لماذا؟ لقد يعطي اعجار ماهو 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 اتهى النقاش رفيقه أحسنت ري اخوانك كيف تقول كلمتين؟ بس رفقه رفقه حسين برن ما في توازن خطاب توريق؟ اه تريم انا بس حابت اشير للأستاذ إبراهيم اعتقد صح انه انا يعني ما ذكرت كل الجمال بس جيت عليها عجالة انا ذكرت انه هذا نتيجة يعني خيبت الامل الاجتماعية مو بس ان الجمعيات المعارضة والمعارضة البحرينية اللي هو ادى الى 2011 فيما يتعلق باستاذ عبدالعلي فريدون انا يعني المقالات اللي اخذتها بشكل عشوائي طبعا يعني بناء على جدول يسمونا جدول اسبوع الصناعي العينات اللي اخذتها هي اللي تحكم المحتوى يعني انا ما كنت حاب جليدات الوسط واجد ولا كاره غيرها لكن العينات اللي كانت موجودة عني هي اللي طرحت هذه المحتوى انا ما حددت اي صحيفة قالت اصلا انا قلت انه في صحف كانت تغلب عليه هذا الخطاب فهذا كل شيء شكرا يعني اتمنى لكم سهرة سعيدة ختاما نشكر المحاضرين ونشكركم على الحضور شكرا شكرا